شروع تنمية الأسرة المصرية حضرتك الدولة المصرية لما أطلقت رؤيتها 2030 وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية السبعة عشر أيضا تكليفات رئاسية اللي حرج بتكلف الحكومة بيها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية برنامج عمل الحكومة كل هذه الخطط كلها بتركز بشكل أساسي على بناء الإنسان المصري وعلى تحسين جودة الحياة زي ما اتفضل دولة الرئيس الدولة المصرية بذلت جهد كبير السنوات السبعة الماضية نتكلم على مشروعات قومية وصل الإنفاق فيها إلى 400 مليار دولار أكتر من 6 تريليون جنيه مصري عندنا المشروع قومي حياة كريمة اللي هو أيضا يستهدف حوائي أكتر من 50 مليار دولار أمريكي على مدار ثلاث سنوات وهو أكبر مشروع تنموي في العالم كل هذه المشروعات هدفها الأساسي تحسين جودة الحياة للمواطن المصري انعكست هذه المشروعات بشكل أساسي على تحسن بالفعل في العديد من مؤشرات التنمية البشرية نلاقي أنه انخفضت وفيات الأطفال دون الخامسة نتكلم على ارتفاع في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد نتكلم على انخفاض أيضا في معدلات التصرب من التعليم وارتفاع معدلات الانتقال من الصفوف الأعدادية إلى الصفوف الأعلى كل هذه المؤشرات هي مؤشرات إيجابية بالفعل ولكن تحسن هذه المؤشرات واستدامة تحسن هذه المؤشرات بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التحديات ما زلنا بنواجهها زي كثافة الفصول اللي عرضوا دولة الرئيس كل ده بيؤكد أن احنا لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية احنا بنحقق النهاردة الحمد لله نقترب من 6% ولكن استدامة هذه المعدلات وتأثرها وشعور المواطن بثمار التنمية لا يمكن أن يتم إلا بضبط معدلات النمو السكان طيب لما نبص النهاردة على حضراتكم الوضع السكاني الحالي والمستقبلي في مصر شكلوي لما نبص على من 1982 إلى 1991 في العشر سنين دول مصر زادت ب17.7 مليون مولود يعني في المتوسط 81 مليون مولود كان فيه بعض الجهود تنت فانخفض معدلات الزيادة إلى 1.7 مليون مولود في المتوسط السنوية العشر سنين التالية اللي هي من 2002 إلى 2011 زدنا 20 مليون مولود يعني في المتوسط 2 مليون مولود سنويا العشر سنوات الأخيرة 2012 إلى 2021 زدنا تقريبا 25 مليون مولود يعني في المتوسط 2.5 مليون مولود سنويا 2.5 مليون مولود سنويا ده عدد دولة فيه دول عدد سكانها 2 مليون فيه 12 دولة على مستوى العالم بيتراوح عدد سكانها بين 2 و3 مليون يعني احنا بنزيد كل سنة دولة زيادة بتزيد على الدولة المصرية سنويا مهم كمان ان احنا وانحنا بنحدد او بنبص على اهمية ان احنا يكون لدينا سياسة سكانية متسرعة ان احنا نبص على الهرم السكاني الهرم السكاني المصري الهرم الديموجرافي النهاردة لما وفقا لاخر تعداد قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصى في 2017 هناك فرق بين الهرم السكاني في 2017 والهرم السكاني في 2016 ويوقف 2006 اناسي الهرم السكاني في 2006 كان عندي في ما يطلق عليه اليوث بلش عندي فئة الشباب هي الفئة الحاكمة في هذا التعداد التعداد الاخير اللي تم في 2017 ده عندي ما يطلق عليه قاعدة عريضة من المواليد من سن سفر الى تسع سنوات هي ده القاعدة العريضة من المواليد في الهرم السكاني ده ده معناه ايه؟ معناه اننا اللي هيبقوا مرشحين لسن الزواج في ما بين 2032 و2040 دول الفئة اللي هتدخل سن الزواج يبقى اذا لم نتدخل بسياسات سكانية الان هي هواجه بتفرة سكانية اخرى خلال الفترة دي مهم ايضا واحنا بنبص على زيادات سكانية ان احنا ما نبصش فقط على معدل المواليد ولكن نبص على معدلات الانجاب معدلات الانجاب اكثر دلالة وهي الحقيقة اللي الواحد بيبص لها وهو بيضع السياسات السكانية متكلم على معدلات الانجاب وبنبص على معدلات الانجاب على مستوى المحافظات بنلاقي هناك لدينا عدد من المحافظات معدلات الانجاب فيها تتخطى الخمسة طفل لكل سيدة ده معناه ان هناك سيدات بتجيب سبعة وثمانية وعشرة واثناشر وسيدات تانية بتجيب اتنين وثلاثة فالمتوسطات ايضا دي ارقام كبيرة جدا ده على مستوى المحافظات ايضا من ضمن الدلائل الهمة معدلات الانجاب حسب عمر الام هنا لدينا مشكلة الزواج في سن اقل من السن القانونية لان عندنا اطفال ما بين سن خمستاشر الى تسعتاشر عندنا تركز الزيادة السكانية او معدلات الانجاب ما بين سن عشرين الى سن تسعة وعشرين سنة كل ده بيبقى مهم واحنا بنضع السياسات السكانية وبنضع التشريعات الملائمة لمواجهة الزيادة السكانية التقديرات اللي احنا بنتكلم عليها احنا النهاردة بنتكلم على الفرد ان احنا عندنا تقريبا في المتوسط معدل تلاتة معدل الانجاب تلاتة لكل سيدة احنا المستهدف ان احنا نصل الى واحد وستة كمعدل انجاب لكل سيدة ده هيديني فرق زي ما حاركوا شايفين في معدلات الزيادة السكانية وبالتالي معدلات الموارد التي تحتاجها هذه الزيادة فيه فرق كبير بنتكلم النهاردة تقريبا فيه فرق حوالي خمسين مليون نسمة اذا قدرنا ان احنا فعلا مع بعض نحافظ على المعدل اللي هو واحد وستة معدل انجاب لكل سيدة حقيقة ده مؤشر مهم جدا واحنا بنتكلم النهاردة على الفرق او الالاقة بين معدل الانجاب ومؤشر رأس المال البشري ده من اهم المؤشرات اللي احنا بنتكلم عليها لاستدامة التنمية ولوجود دولة قوية بمؤشرات تنمية بشرية قوية الدول التي لديها معدل متوسط معدل انجاب ما بين واحد اقصى حاجة اثنين دي الدول التي لديها مؤشر رأس المال البشري بتاعها مرتفعة الدول التي لديها معدلات انجاب مرتفعة مؤشر رأس المال البشري بتاعها مرخصة رأس المال البشري بتاعنا البشر هما اغلى ثروة لدينا وبالتالي احنا بنتكلم على مؤشر رأس المال البشري اللي هو معناه بشر صحتهم جيدة متعلمين أحسن تعليم إنتاجيتهم عالية سكنين سكن لائق وبالتالي قادرين على الإنتاج والابتكار والإبداع وبالتالي كل مزاجة السيادة السكانية طبيعي أن ينخفض نصيب الفرد من الموارد نصيبه من الصحة من التعليم من السكن اللائق نفس الوضع بينطبق على الأسرة كل ما بكبر حجم الأسرة ده يؤثر سلبا على حقوق الطفل وينخفض نصيب الفرد من موارد الأسرة